موسيقى السلام عليكم مشاهدين العزاء ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم عقائد الأمرار لأنه رحبا سوية بضيف الدائم للبرنامج سماحة السيد علاء الموسوي حياكم الله سيدنا وأهلا وسلم بكم بارك الله بكم سيدنا الله سلمكم مشاهدين العزاء كما تعلمون وكما تتابعون في هذه السلسلة تناولنا حديث الإمام رضا عليه السلام فيما يخص موضوع الإمامة عندما سأل الإمام أحدهم أحد الشيعة عما يقول الناس في موضوع الإمامة ونظريات الإمامة ومعنى الإمامة ومن هو الإمام عندها بدأ الإمام رضا عليه السلام بإعطاء قواعد عامة وأسس لموضوع الإمامة من هو الإمام؟ ما هي أدوار الإمام؟ كيف يتم اختيار الإمام؟ فالإمام وكمان نحن نعلم في العقيدة الشيعية أنه يعلم خفايا الأمور وفي هذا الحديث الإمام وضع في باله بأن هذا الحديث سوف يخلد ولهذا حاول الإمام أن يخاطب جميع طبقات المجتمع العلماء، البسطاء، عامة الناس، الأدباء، الخطبة وجميع أصناف الناس ولهذا حاول أن يأخذ منصب الإمامة ومفهوم الإمامة من جميع الجوانب ومن جميع الزوايا ولهذا عندما نتسلسل في موضوع الحديث كما تابعتمونا في الحلقات السابقة نرى بأن أسلوب الإمام يختلف تارة من جهان الفلسفي ثم تاريخي، ثم منطقي، ثم أدبي وإلى آخره وكأنه يحاول أن يحاكي جميع العقول وجميع الطبقات وجميع الناس في المجتمع طبعا كما تعلمون في الحلقة السابقة حاول الإمام أن يركز على الطبق العليا من المجتمع وهم أصحاب الألباب وأصحاب العقول وقد ركزنا على موضوع العاقل ومن هو العاقل ودور العقل في مفهوم الإمام أو في تشخيص دور الإمام وبنصب الإمام عندها وصلنا إلى هذا المقطع نصل إلى موضوع استنكاري نرى الإمام عليه السلام هنا قد غير لهجته في الخطاب إلى جهة معينة يقول الإمام عليه السلام كذبتهم والله أنفسهم ومنتهم الأباطيل سمحت سيد هذا المقطع كذبتهم والله أنفسهم يعني نرى هناك لهجة شديدة في الاستنكار من هم الذين كذبتهم أنفسهم ومنتهم الأباطيل لعله لم نرى هذا الاسلوب فيما سبق من هذا الحديث يدخل الإمام في طور جديد في نبرة جديدة من الكلام لماذا هذا الانستنكار؟ ولعله هناك حالة من عدم الارتياح أو حالة من الغضب في هذا النص أو في هذا المقطع ما هو مقصود الإمام؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صلى على محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين الإمام صلى الله عليه بعد أن بين أسس معرفة الإمامة كمبدأ والإمام كشخص بعد ذلك عطف الكلام والحديث إلى من انتزى على هذا المنصب بلا حق وبلا أساس وذكر أشار إلى أن هؤلاء الذين صرفوا هذا المنصب العلهي عن أصحابه الأصليين هؤلاء منتهم الأباطيل وكذبتهم أنفسهم هذه مسألة مرتبطة بقضايا تاريخية لو راجع الإنسان ما جرى في تلك الأيام أو قبلها حتى قبل استقيفه في نهايات حياتي يعني زمن حياة النبي صلى الله عليه وآله نجد هناك حراك قرشي لتحديد من يخلف رسول الله صلى الله عليه وآله الجماعة كانوا معنيين في أن هذا الملك الجديد الذي حصل الدولة الإسلامية الجديدة التي استقرت في الجزيرة من سيخلف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله قريش كانت تخطط هناك جيوب في قريش أشخاص معينين كانوا يخططون لنقل السلطة من النبي إلى قبائل قريش ويكون ذلك على نحو التوالي نعم يوم في تيم ويوم في عدي ويوم في خزاعة وهكذا يعني يريدون أن تدور الخلافة نعم والرئاسة في بيوت قريش لا يقتصر على بني هاشم فيها بل صرحوا أنه بني هاشم يكفيهم أنه النبي منهم يكفيهم هناك تصريح لذلك ولا نسمح لن نسمح أن تجتمع فيهم النبوة والخلافة هذا التصريح موجود ويذكره ابن أبي الحديد إذن أمانيهم كانت ماذا أماني القوم كانت أن يتداولوا السلطة فيما بينهم ظنين بذلك أن هذا هو الإنصاف في تقاسم السلطة وفي تقاسم الجاه الذي حصل بعد الإسلام وفي تقاسم الثروات التي تأتي إلى عاصمة الإسلام من الأطراف هذه الأماني في الواقع اصطدمت لماذا الإمام عبر منتهم الأماني لأنها كانت أماني باطلة منتهم الأباطيل هذا المنصب ليس رئاسة لا يمكن التعامل مع هذا المنصب خلافة النبي على أنه ملك كملك كسرى يخلفه شخص آخر ليس كذلك هي نبوة وإمامة ورئاسة دين ودنيا ومن كان كذلك بهذه المثابة ينبغي أن يهيئ نفسه لأولا لتعليم الناس الدين بتفاصيله المختلفة وللإجابة عن كل الأسئلة الدينية سواء قرآنية أو غير ذلك وللتصدي لكل الأسئلة التي تأتيه من المذاهب الأخرى أو الأديان الأخرى التي فعلا بدأت تتجه نجد هناك حركة بعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله واستلام الخليفة الأول هناك وفود جاءت إلى المدينة تريد أن تتعرف على الخليفة ومعها أسئلة وكان الرجل يقع في موقع الحرج الشديد لأنه هو في عالم آخر ليس في عالم العلم لم يكن يتمكن من الإجابة أبدا عن هذه الأسئلة لأنهم مو في هذا الوادي أصلا فكانوا يضطرون يرجعون إلى أمير المبنين عليه السلام للإجابة وهكذا الخليفة الثاني إذن المنصب هذا منتهم الأباطيل في أن استلامه سيكون استلاما لحكم ويتداولون هذا الحكم فيما بينهم لكنهم اصطدموا بالواقع وعلموا أنهم أعجز من أن يقوموا بشأن من شؤون هذا الحكم النبوي الذي يمثل الرسول صلى الله عليه وعليه وعليه ولذلك الإمام عبر أباطيل هذه لا تفكر لا يكون أنت تعتقد أو تظن أن النبي كان سلطاناً أن النبي كان حاكماً مجرداً سيطر على الجزيرة بدعوة معينة والآن صار عنده سلطان مثل كسرة الأمر ليس كذلك هي رسالة رسالة هدى قرآن روايات رسالة سماء وهذه تحتاج إلى أمين والأمين ينبغي أن يعلم بكل تفاصيلها وهم ليسوا كذلك واكتشفوا هذا الأمر لكن الأمر قضي يعني بعد ما يكن مجال لتراجعهم ولا هو يتراجع ولا من حوله يدعه يتراجع ولا التنظيم القبلي الذي استلم الأمور يدعه يتراجع عبرت بالتنظيم القبلي لأن هناك تنظيم سري نشأ في أيام النبي صلى الله عليه وآله خصوصاً في حجة الوداء وهناك وثيقة وقعت في جوف الكعبة في حجة الوداء سرية اجتمع نفر بشكل سري في جوف الكعبة وجلسوا على رخامة الحمراء الإمام بالرواية يذكرها على رخامة الحمراء ووقعوا فيما بينهم وثيقة أن لا يرد الخلافة في بني هاشم وأن يتداولوها فيما بينهم هذه الوثيقة السرية كيف وصلت أخبارها إلينا رواية الإمام صلى الله عليه وسلم في ذهن الإمام الباقر عليه السلام المهم هذه أباطيل منتهم الأباطين أنهم سينجحوا في إدارة الدولة الإسلامية كما ينجح أي خليفة لأي حاكم في حين اكتشفوا أن المسألة هنا تختلف فبعد الخلاف الشديد مع أمير المؤمنين وبعد تفكيرهم الجدي في التخلص من أمير المؤمنين حتى بالقتل لجأوا إلى أمير المؤمنين وجدوا أنه هو الوحيد الذي يستطيع أن يجيب عن هذه الأسئلة ويخرجهم من هذا الحرج الشديد الذي وقعوا به مع الأمم أمم مختلفة نصارى يهود من الشام من غيرها من فارس من أماكن عديدة كل بلد يفتح تأتي وفود الوجهاء إلى المدينة حتى يتعرفون على الخليفة والخليفة ينبغي أن يجلس ويجيب عن كل هذه الأسئلة وإذا به لا يعرف شيئا فمالوا في الواقع إلى ولجأوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام في هذه المسألة في أنه أدرك دين محمد يا علي أدرك دين محمد ولذلك الخليفة الثاني مشهور عن هذه المقالة لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن إذن منتهم الأباطين ما كانوا فيه يفكرون به اصطدموا بالواقع أن هذا كان باطل فارتقوا مرتقا صعبا عبارات جميلة جدا الإنسان من يرتقي مرتقا صعبا بعد النزول يصير صعب عليه جدا يعني يفكر فيه كيف يدخل لا كيف يخرج ارتقى مرتقا صعبا يعني صعد إلى قمة ليست له صعبا جدا يعني يصعب أن يبقى فيها ويصعب أن ينزل منها ارتقوا مرتقا صعبا دحضا 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 يعني شنو يعني فيه مزالق يدحض الإنسان يعني الإنسان فيه إذا وقف رجله لا تثبت مدحض دحضا أي تزل عنه الأقدام كما يبين تزل عنه إلى الحضيض أقدامه يعني هو صاعد فوق وإذا يشوف قدمه تزل إلى الحضيض الحضيض يعني قعر الحفرة راموا إقامة الإمام بعقولهم بعقول حائرة بائرة ناقصة عقول هؤلاء الذين تصدوا للأمر وأرادوا أن يخلفوا النبي صلى الله عليه وآله بشخصية هم يختارونها أرادوا إقامة الإمام بهذه العقول العقول الناقصة البائرة الحائرة أما الحائرة طبعا عقول الحائرة هي العقول التي لا تملك البصيرة العقل الحائر الذي لا يملك البصيرة لا يستطيع أن يضع إصبعه على الحقيقة ما أدري هذا أو هذا أو هذا يبقى هو متحير بين الطرق عقل حائر غير مجتمع لا يتحرك بعلم ولا يتحرك ببصيرة يبقى حائر عقول حائرة كيف لعقول الحائرة أن تنتخب إماما بهذه المنزلة التي بيّنها الإمام عليه السلام في موم الله هذه واحدة حائرة بائرة شنو بائرة يعني فاسدة العقل الفاسد هو الذي يقرر قرارات خاطئة قد الإنسان يقول لا أنا ما متحير أنا عزمت وأخذت قراري طيب هذا مو معنى أنه قرار صحيح عقل شنو عقل قد يكون عقل فاسد مقدمات الحكم قد تكون فاسدة أو قولهم التي اتخذوا بها قرار انتخاب الإمام من عندي أنفسهم ومخالفة النصوص النبوية الصريحة هذا عقل بائر أي أنه فاسد عقل لا يصلح لاتخاذ القرار في مثل هذه الأمور ناقصة لا شك أن عقول البشر عموما وعقول من تصدى لهذا الأمر بشكل خاص عقل ناقص يقصر عن بلوغ الحاجة أو بلوغ الحد المطلوب لاتخاذ القرار الصحيح في مثل هذه القضية الخطيرة التي هي الإمامة وآراء مضلة صرحت جماعة في حوارات عديدة مع ابن عباس وغير ابن عباس كانوا يصرحون أن قريش لا تقبل عليا لماذا؟ لأنه صغير السن هذا رأي ونضال احنا عدنا قرآن عدنا آية الولاية إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون هذه الآية تنص على ولاية علي عليه السلام الذي هو الذي تصدق بالخاتم وتواترت الروايات في ذلك عندنا النصوص النبوية بالعشرات إن لم نقل بالمئات الدال على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام خالفتم كل هذه النصوص وجئتم إلى قضية قبلية أن قريش لا تقبل بصير السن كان عمره بالعشرينات وهم شيوخ بالستينات والسبعينات لا ينقادون طيب هذا مو منطق دين هذا هذا منطق قبلي وإلا كان عيسى عليه السلام شكراً لك كان عمره الله عز وجل أعطاه النبوة يحيى ابن زكريا كم كانت أعمارهم في المهد فإذا موضوع العمر بالنسبة إلى المناصب الإلهية ذو لم يكن مستوعبية أو مستوعبي خالفه المنصب الإلهي لا يحكم بالسن الله عز وجل يجعل نبياً من يريد سواء كان عمره سنة أو عمره شهر أو عمره أربعين سنة أو عمره عشرين سنة موضوع السن ليس عايقاً دون المنصب الإلهي سيدنا هنا قد يطرح أحدهم بأن الأنبياء أو أهل البيت عليه وسلم كانوا مطالبون أن يتكلمون مع الناس على قدر عقولهم فمنصب الإمامة أن يصبح أحدهم إماماً في الخامسة أو السالسة أو سابعة من عمره كما هو حال الإمام الجواد والهادي والإمام المهدي عليه السلام كذلك فهذا غير منطقي كان بالنسبة للثقافة العربية كيف يمكن لصبي أن يقود قبيلة أو عائلة حتى أسرة كيف هو هذا الشخص الطفل الصغير يكون مؤهلاً أن يقود الناس إلى الصلاح وإلى الخير لعله الثقافة العربية لم تسمح بهذا المنصب لشخص طفل صغير هذا لعله مثلاً الاعتراضيتي أنه لو تكلم أو خطاب الإلهي كان على قدر عقول هذا المجتمع العربي لعله لم يكن ليواجه أهل البيت هذه المعارضة أولاً نعم هذه القاعدة موجودة إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نكلم الناس على قدر عقولهم بمعنى ماذا بمعنى أننا ينبغي أن نختار الخطاب الذي يفهمه الناس ويقترب إلى أفهام الناس لكن هذا هذا ليو معنى أنه ينبغي أن يكون خطابنا مطابقاً لأهواء الناس هذا قضية أخرى النبي لم يأتي لي يكون خطابه مطابق تماماً لأهواء الناس كل ما الناس يتحبه ويكون يحشي واللي ما تحبه كل ما يحشي ما عدناه شيء ولذلك جاءهم بالتوحيد وحطم أصنامهم وهذا أثارت ثائرتهم لأجل ذلك وسالت الدماء وجرت الحروب لأجل أنه أصنامهم آلهتهم سفها أحلامنا يقول سفها أحلامنا قريش يشكون إلى أبي طالب يقول هذا ابن أخيك سفها أحلامنا يعني خلع عقولنا هاتشي خفيفة أمام الناس يقولون هذا يقول لنا أنها أصنام لا تنفع ولا تضر النبي وظيفته مو أن يأتي بما يرضي الناس أن يأتي بما يأمره به الله عز وجل غاية الأمر يقول لها يا رسول الله اتحدث بقدر إمكانك بما يقترب إلى أذهان الناس لكن الحق ينبغي أن تصدع به وإن لم تفعل فما بلغت رسالته هنا في موضوع الإمامة الإمامة أمر إلهي وينبغي أن يبلغ ولا ينبغي أن يسير طبقا لمشتهيات قريش نعم النبي سلك عدة مسالك وعدة أساليب وطرق لبيان هذه المسألة للناس منذ يوم الدار قبل أن يهاجر يوم الدار يوم نزلت الآية الكريمة أنذر عشراتك الأقربين إلى أن وصل إلى المدينة في مراحل مختلفة وأبرز تلك المناسبات وأشهرها التي أصبحت متواترة ويوم الغدير خاطبهم بخطاب قريب جدا إلى العقول فهمهم أنه أنا وليكم مطلقا ألست أولى بالمؤمنين من أنفسكم من أنفسهم قالوا بلى أقروا له بذلك ثم قال من كنتم مولاه فهذا علي مولاه زين وثم بيّن منزلة أهل البي طبعا الخطبة طويلة فيها أيضا أني تاركم فيكم الثقلين وغير ذلك هذا الخطاب بمجموعه قريب إلى العقول ولذلك استوعبه الناس وقبله أكثر الناس لكن هناك ذكرت لك أن هناك عصابة قراشية عصابة سرية تنظيم سري قراشي قرر وتعاهد في الكعبة أمضوا عليه فلان وفلان وفلان أن لا يرد الأمر في بني هاشر الموضوع مو موضوع أنه ما افتهموا الخطاب لا موضوع أكو رغبة جامحة عندهم باستلام الحكم والاستفادة من هذا من هذه يعني الحالة الإسلامية أو الدولة الإسلامية أن يكونوا هم في الصدارة في صدارة الأمور هاي واحدة الأمر الثاني هؤلاء القوم فهموا جيدا ما قاله النبي صلى الله عليه وآله يعني ماكو أي شبه عندهم في أن النبي أراد عليا خليفة ليكون واحد يشتبه يقول والله جماعة ما افتهموا هذا الموضوع كما جرت بعض الأقلام بهذا الكلام وكان زللا كبيرا يعني أنه القوم ما فهموا من النصوص أن عليا ينبغي أن يكون يجب أن يكون خليفة رسول الله إنما فهموا شيئا آخر نقول أبدا القوم فهموا فهموا القوم كان كفهم سلمان وكفهم عمار وأبي ذر وحذيفة وقيس بن سعد بن عبادة وسعد بن عبادة والأنصار الجميع فهموا كلام النبي على وجه تام والدليل ما ينقل عنهم من تصريحات بعد استلامهم الحكم وبعد معاتبة بعض الأصحاب لهم قالوا أننا استصعبنا أن يكون عليا خليفة يعني صرح ومو أنه ماكو نص لم يحتج أحد بهذا أنه لا نص على علي ما أحد قالتشي أو قال أن هناك نص علي أبدا لم يدعي أحد هذه الدعوة كل ادعاهم كل دفاعهم كان في أمام الانتقادات أن قريشا لم تقبل علي طيب جيد هذا تصريح نعتبره يعني إقرار بأن منطق الجماعة في استلام الحكم لم يكن منطقا شرعيا إسلاميا مستندا إلى نصوص لم يكن منطقا مستندا إلى فهم آخر للنصوص فهموا النصوص جيدا والنصوص واضحة جدا لكن يقول لك احنا مو ما مستعدين احنا كقبيلة قريش ما مستعدين أن نجعل النبوة والخلافة في بني هاشم كافي بني هاشم يكفيهم النبوة منطقة بني تماما يعني فإذن المسألة ليست مسألة فهم واذا يقول ما افتهموا أو مسألة استيعاب أنه صعب يستوعبون استوعبوا بشكل جيد جدا ثم موضوع السن أنهما يتقبلون العرب واحد شاب لماذا لا يتقبلون لو كان رئيس قبيلة الآن إلا الآن هذه موجودة رئيس قبيلة رئيس القبيلة عنده ابن عمر عشرين سنة نعم وذهب رئيس القبيلة إلى جوار ربه وهذا أبو العشرين سنة فارس مغوار وأثبت فروسيته وشجاعته القبيلة لمن تتوجه مباشرة تتوجه للإبن بلا تردد أبدا ولا يتردد أحد من الكبار أو الصغار أن هذا ابن هو يحل محله مو بس هنا حتى في الملوك في الممالك العظيمة ألا نجد في بعض الممالك أنه ينصبون طفل 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 يكون هو خليفة لأبيه ويخلون وصع عليه لأنه يكبر ليش ينصبون طفل يقول لك هو أكو رمزية أكو رمزية لأبيه نحن نريد نحفظ هذه الرمزية حالة موجودة هذه فإذا البشر هذه الدعاء أن البشر لا يتقبل شابا رئيسا هذا الدعاء باطل بالعكس التجارب والتاريخ يدل على أن البشر عندها أمر طبيعي هذا سيدنا قبل قليل أشهتم إلى قول الإمام أنهم زلت أقدامهم إلى الحضير نعم ولكن نرى التاريخ أثبت بأن حكما ناجحة من كل المعايير نعم قد احتلوا وغزوا الدول كانت أو السلطة كانت ترية جدا رقعة حكمهم وكما كان يخاطب هارون الغيم أنك أينما تمطنين فأين الفشل لا نرى هناك أي زلة من قبل هؤلاء الحكام وحتى نرى بأن مثلا الشيء يذكر أن الإمام الحسين عليه السلام كان دمه إشارة على انتصار الإسلام ولكن نرى أيضا بعد استشهاد الإمام قد بقي بني أمي على الحكم لقرابة قرن مائة سنة بعد استشهاد الإمام سيدنا هذا الجواب طبعا سنكمله أو سنسمعه من جوابكم بعد الفاصل مشاهدين الأعزاء ابقوا معنا سنعود معكم بعد فاصل قصير وقفت يوما أصير على سفوح الجبال والشمس ينبو عنور وجنة من ظلال نديت يا يا جبال أديك أحلى سلام بعد صوتي وقال أديك أحلى سلام عجبت من لا يقول ولم يكن في الحقول على امتداد المدى إلا أنا والصدى كذاك يا أصدقاء جزاء أعمالنا إن كان خيرا فخير أو كان شرا فشراء مثل ارتداد الصدى إننا نراها غدا إننا نراها غدا حياكم الله مشاهدين الأعزاء أهلا بكم مرة أخرى سمعت سيد قبل الفاصل تكلمنا عن موضوع قوة حكم بني أمية وبني العباس وأين الزلة التي صدرت عنهم وكما يصرح الإمام هنا لأن الإمام بالتأكيد من المقاييس الإلهية والبشرية إنه لا ينطق عن الهواء إنه إلا وحي يوحى وحي الله وحي العقل والحسابات البشرية فهنا يصرح الإمام وبكل صراحة أنهم زلوا فأين الزلة في حكم الأمويين والعباسيين وهم حكموا قرابة ألف سنة أو أقل من ذلك لو كان الحكم الإسلامي أو هذا المنبر الذي يسمونه منبر الخليفة ومنبر رسول الله صلى الله عليه وآله الذي يدعيه كل من جاء ويسمون أنفسهم أمير المؤمنين لو كان هذا الحكم وهذا المنبر حكما لكسرى أو قيصر لكان ما تقولون صحيحا وهذا الإشكال ماشي يعني حكم هو نقول أنه من خلف كسرى وهو حاكم مطلق ما عنده رسالة معينة هو رجعكم فقط من يخلفه ناجح يعني وسع رقعة الحكم وثبت نفسه في 20-30 سنة حكم وأولاده أيضا يجاوب بعده وظلوا 400 سنة مثلا هذا نعم لا يقع الفشل نعم في الجهة السياسية والبراغماتية كما قلت نعم إلا أن الحكم الإسلامي ليس كذلك ليس حكما عضوضا كما يقال رسالة الإسلام رسالة هدى مبادئ والحكم فيها وسيلة من وسائل تثبيت تلك المبادئ الحكم فيها ليس غاية وليس هدفا أبدا الحكم في الإسلام غاية من غايات تثبيت الصدق تثبيت العدالة تثبيت الفضائل نعم تثبيت التوحيد في الأرض تثبيت الإنصاف بين الناس هذا وسيلة لتلك نعم إذا كان هذا الحكم واسع الانتشار أصبح قويا عضوضا لكنه لم يطبق شيئا من تلك المبادئ ماذا بمنطق الدين ماذا نقول نقول أنه فاشل وهذا ما يقوله الإمام حينما تستلم منصبا دينيا المفروض أن يتأدي الوظيفة الدينية في هذا المنصب نعم فإذا أنت رحت إلى وظيفة أخرى أنت رحت وسعت أنت أخذت منصب ديني مثلا ينبغي أن يتأدي به أحكام الله إلى الناس وتكون قدوة في الأخلاق للناس أنت رحت اشتغلت بالتجارة نعم وصرت تعجر عظيم وأموال عظيمة لكن هذا الجانب نهائيا راح انتهى انطمس يقال هذا ناجح لا يقال ناجح يقال فاشل لأن أنت استلمت منصب متطلمات المنصب أن تخدم المبدأ لا أن تخدم الدنيا وأن تخدم سلطانك وأن تخدم بقاعك كما فعل ابن أمية ومن بعدهم من العباسيين فهم فشلوا فشلا ذريعا في الحفاظ على مبادئ الإسلام وعلى تمثيل مبادئ الإسلام وإذا نظهر هذا الفشل بشكل جدا واضح الضد يظهر حسنه الضد جيب أمير المؤمنين عليه السلام في أربع سنين كيف تعامل أمير المؤمنين مع موضوع الحكم والسلطة حينما كان يدخل عليه ابن عباس في ذيقار دخل عليه مرة في ذيقار وجده يرقع نعلا عتيقا قال له يا ابن عباس كم يساوي هذا النعر في السوم قال لا يساوي شيء ما حد يشتريه مرقع يهم ويرقع به ويلبسه قال أما إن هذا النعر الأفضل عندي من خلافتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلة هذا هو ميزان ميزان الحكم وقيمة الحكم في الإسلام ما عبر به أمير المؤمن عليه السلام زين بس حتى أمير المؤمن يطبق تعال شوف تطبيقه حينما تمرد عليه معاوية ما بايع قال له أنت قتلت عثمان وكذا تعلل بقتل عثمان وما بايع فأمير المؤمنين عدى العدل لقتال معاوية دخل عليه المغيرة بالشعبة على من؟ على أمير المؤمنين عليه السلام هو المغيرة داهية من دواهي العرب موصوف أنه داهية يعني سياسي نعم يعني شنو يعني فكر بطريقة قريش في الحكم في أنه يرتب أمور الحكم مثلا في أن تبقى أنت مسيطر دنيا فقط دنيا ما عنده علاقة من المبادئ قال يا أمير المؤمنين أقر معاوية على الشام خلي وسيدعو لك رح هوهم يدعو لك كخليفة بعد ذلك انظر رأيك فيه بعدين تقدر تغيره فرفض أمير المؤمنين عليه السلام ذلك قال لا أقره يوم واحد ما أتحمل أنا عمل معاوية يوم وليل ما أتحمل لما فيه من فواحش وظلم ما أتحمل أدري تعالي أنت أدرسها سياسيا هل سياسيا هذا صحيح من ناحية سياسية من ناحية سياسية مو صحيح من ناحية أن حكم وتثبيت حكم ومصلحة دولة وإقامة دولة هذا صحيح مو صحيح يعني المغيرة من شعبة كان مشورة سياسية حقيقة لتثبيت حكم لماذا قال أمير المؤمنين هل يخفى عليه ذلك هل هو لا يعلم بالمصالح يعلم بكل شيء يعلم بمصالح الحكم ويعلم بالمصالح السياسي محيط بها جميع ولكنه يعلم أن وظيفته كخليفة لرسول الله وكإمام حق أن يحفظ المبادئ لا أن يحفظ حكمها وإن كان حكم عليه سهلا حكم عليه بعد مو حكم غيره الخليفة الآن لا يجد أهمية لبقائه هو خليفة إذا أن يتهدم مبدأ فيه نظر الأمة أن الأمة تشوفها معاوية ثبته علي عليه السلام إذا معاوية شكوب يشرب الخمر ويفعل ما يفعل المبادئ عند أمير المؤمنين هي الأولوية النجاح في الحكم عند أمير المؤمنين والجدوى في استلام الحكم عند أمير المؤمنين في أن يثبت مبادئ الإسلام ويحفظها من الزوال والضياء والتلاعب هذا هو أن خاضها لتثبيت هذه القضية أنه أنا مسؤول عن المبادئ أنا ما مسؤول عن تثبيت حكمي وبقاء حكمي ما رخل الحكم فليذهب هو قاع يقول مثل النعال أنا عالي أحسن من حكمكم هذا النعال عندي أفضل من خلافتكم إلا أن أقيمه حقا أو أدفعه باطلة وهذا ما فعله ولذلك هو يكرر أمير المؤمنين عليه السلام لما يدخلون عليه جماعة يقولوا له شون القاتل المسلمين دولة أهل الشام قلوا مسلمين جماعة الجمال المسلمين النهروان المسلمين قال لما أجد إلا قتالهم أو الكفر بما أنزل على محمد عجيب الكفر بما أنزل على محمد ليش يقول أوصاني رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي ستقاتل المارقين والناكثين والقاصطين يعني أنت مسؤول عن تثبيت المبادئ بعده قاتلتهم يا علي على التنزيل يعني أنت في بداية الإسلام قاتلت قريشا على تثبيت القرآن على التنزيل على تثبيت القرآن حقيقة التوحيد والقرآن وستقاتلهم يا علي على التأويل هذا هي الركن الثاني الذي كان موكولا إلى أمير المؤمنين كما قاتلهم على التنزيل وانتصر الآن قاتلهم على التأويل وانتصر بتثبيت المبادئ إذن أين هو نجاح الأموين؟ نجاح الأموين في الوليد بن عبد الملك الذي يجعل القرآن غرضا أمامه ويربيه بالسهام الذي يغوص مسويلا أحواض خمر ويغوص بيها الذي يقتل على التهمة والظنة أين هو نجاح العباسيين؟ في فجور خلفائهم في امتلاء قصورهم بالجواري والمغنيات في انتشار الفساد في بغداد وفي الممالك الإسلامية المختلفة أصبح الغناء والفساد والتهتك أصبح أمرا مشاعا بين الناس أين هو النجاح؟ إذا يجي واحد مسيحي يدخل إلى بلاد الإسلام يقول أين هو الإسلام؟ بلاد مسلمين وهذا خليفة يدعي أنه أمير المؤمنين يدخل إلى بغداد يقول أين هو الإسلام؟ فساد ومجون وإلى آخره أين هو الإسلام؟ إذن هذا حكم إسلامي ناجح؟ أم حكم عباسي ناجح؟ سميه ما شئت؟ سميه حكم عباسي ناجح لكن لسميه إسلامي لأنه ادعى شيئا كما يقول الإمام ارتقى مرتقا صعبا سيدنا نتحدث عن هذه الأحداث عن الفسوق والمشاكل في المبادع عند الأموين والعباسيين لأننا ابتعدنا في التاريخ عن تلك الحقبة والآن الصورة واضحة عندنا لعل المسلمون في ذلك الزمان لم تكن هذه الصورة واضحة كزماننا هذا نحن نقرأ ونبحث ونسمع وتطورت الأمور ووصلت المعلومات إلينا بكل سهولة ولكن في ذلك الزمان كانوا يرون أن هذا الشخص يمثل النبي خليفة للمسلمين يطبق المبادع يصلي لعلهم لم يكنوا يعرفون بأن هناك جواري وفسوق وخمر في داخل القصر من هذا المنطلق كانوا يرون أن هذا الشخص خليفة صالح يمثل الله ولعلهم قد خدعوا بأن أفعال هذا الشخص من ارتكاب المحارم هو جزء من الإسلام وصلت هذه الفكرة وخدعوا أن هذا جزء من الإسلام أن يرتكب كذا وكذا لم يكن محرم في الإسلام لما فعله هذا الخليفة من هذا المنطلق قد أيضا نقول أنهم نجحوا في خدع الناس بالضبط في أنظار الناس أولا نحن كلامنا عن كلام الإمام صلى الله عليه نريد أن نشرح قول الإمام أنهم فشلوا وزلت أقدامهم الإمام يقول زلت أقدامهم لأنهم زلوا عن المبادع سواء كان الناس في أيامهم قبلوا أو لم يقبلوا هذه واحدة الأمر الثاني الناس في زمنهم أوضح اطلاع مننا هم عاشوا هم عاشوا الواقع الفاسد المتهتك هم جزء مننا كانوا تلك العصور عاش الناس ونظروا بعيونهم وحسوا بجوارحهم المختلفة عاشوا تلك الظروف المختلفة وهم أقرب إلى الحقيقة مننا فمهما يكون هم أكثر اطلاعا على فساد الخلفاء ولو كان أفرض الناس أعتقده هناك بعضهم كان يعتقد أن هذا خليفة واجب الطاعة حتى إذا فاسق نقول فليكن الناس هذه يعني كلامنا مو عن الناس كلامنا عن نجاح التجربة الإسلامية بلسان الإمام الإمام قال زلت أقدامهم أي لم يسددوا فيما فعلوا وأنهم ذهبوا إلى الحضيض لماذا؟ مع أنهم انتشرت دولتهم إلى أقاصي الصين أو إلى بداياتها وإلى فارس وإلى الشام وما شاء الله الدولة العثمانية بعدهم جاءت ووصلت إلى أوروبا الشرقية كلها أخذتها إلى حدود فيينا أخذه هذا نجاح نعتبره؟ يعني الدولة العثمانية تتسمى بأنها إسلامية هل نقول أنها نجحت إسلاميا أو نجحت عثمانيا دولة عثمانية ناجحة نجحة في موازين الدنيا والعسكرة والقتل أما ليست بموازين الإسلام كذلك وهكذا دول من العباس والأمويين وغيرهم من الدول الظالمة التي تسمت باسم الإسلام والدليل على ذلك كما تفضلتم أنه لم يكن ليمر جيل من المسلمين إلا وقاموا بثورة معينة ثورة العلويين معروفة وثورة غير العلويين نكمل لكلام سيدنا نعم الإمام صلوات الله عليه يقول راموا إقامة الإمام بعقول حائرة بائرة ناقصة وبينا الحيرة ومعنى بائرة وناقصة وآراء مضلة ذكرنا مثلنا بيها رأي أن قريش لا توافق على أن يجتمع في بني هاشم النبوة والإمامة رأي مضل هذا لأنه خلاف النصوص فلم يزدادوا منه إلا بعدها يعني لم يزدادوا من القدرة على انتخاب الإمام الصحيح إلا بعدها قاتلهم الله أن يؤفكون هذا التعبير من الإمام عليه السلام يعبر عن حسرة كبيرة في قلب الإمام وألم من فعل هؤلاء الذين أدخلوا الأمة في دهليز مظلم إلى يومنا هذا بسبب هذا التصرف حرم الأمة من حكم الإمام الذي لو كان قد استلم الأمور لأكل الناس من فوق رؤوسهم وتحت أرجلهم لذلك قاتلهم الله أنه يؤفكون ثم يقول وَلَقَدْ رَامُوا صَعْبًا يرجع يقول أنت رمت شيئا صعبا ليس شيئا سهلا يكرر أنه وإحنا ينبغي أن نذكر أنت مو خليفة لحاكم عادي أنت مو خليفة لدولة عادية مو خليفة لرئيس عشيرة أنت تدعي أنك خليفة لرسول أتى برسالة هدى ولذلك هذا أمر صعب أنت ماذا تقدر تأديه لا يمكن لك وقالوا إفكى نعم هناك أقوال نقلت عنهم في ادعاء المنصب وفي ترتيب وتشييد منصبهم وترتيبهم وانقلابهم أقوال باطلة إفكى يعني كذبوا على الناس وظلوا ضلالا بعيدا ووقعوا في الحيرة بعد ذلك حينما اكتشفوا الواقع اكتشفوا أنهم تربعوا على غير منبرهم وأخذوا غير منصبهم ما يعرفون يجاوبون سؤال واحد ما يعرفون صلاتهم شون يصلوها إلا يرجعون إلى علي بن أبي طالب إلا بعدين لمن شافه ثقيل القضية طبعا هذه لا بأس بين قوسين نذكرها الخليفة الثاني شاف أنه كل شوية رايح الأمير المؤمنين وهذه بالنسبة إلى هم ثقيلة يعني فجاب منه كعب الأحبار يما خلاه مفتي كعب الأحبار رجل حديث عاهد بالإسلام يهودي وصار مسلم دخل ليش لأنه يهودي هو عنده معرفة بالكتب السماوية السابقة وعنده يعني كذا وصار مسلم فاعتبر الخليفة الثانية اعتبر أن هذا رجل مثقف دينيا يعني يمكن الاستعانة به صحيح فخلاه يمه كل قضية تأتي يقول له ماذا تقول يا كعب الأحبار في واقعة من تلك الوقاية لطيفة هي أبو ذر جالس في مجلس الخليفة الثانية وكعب الأحبار موجود إجا واحد يسأل سؤال فكعب الأحبار جاوب فأبو ذر غضي مغضوا شديدا قال له أنت شنو علاقتك تدخل في ديننا تش عرفك بالدين أصلا يعني هجم عليه هجوما عنيفا عمر حينما سمع ذلك إهانة لمفتيه طبعا فأسكت أبو ذر وهدده هدده بالعقوبة نقول ووقعوا في الحيرة الإمام عن بصيرة يعني يعلمون أن الإمام من هو بعشرات من النصوص واضحة يعرفها كل العرب فهمها العرب والعجم أن علي عليه السلام هو الخليفة والإمام عن بصيرة عن علم وعمد تركوا الإمام عليه السلام تركوا الإمام عن بصيرة وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين الإمام يستشهد بهذه الآية أنه مو بناء كان مشتبه أو بعض الأقلام كما أشرت الزائغة التي تقول أن الجماعة معذورين ترى الجماعة ما عندهم قصد يعتدون على صاحب الحق الشرعي لا الجماعة فهموا غير ذلك علي عليه السلام وجماعته فهموا من نصوص النبي الخلافة والتنصيص لكن الجماعة لم يفهموا ذلك فهي مسألة اختلاف فهم مو أكثر اختلاف فكري فهم مختلف القضية هواية تختلف يعني إذا اختلاف فهم ماكو أي جريمة أي جريمة ماكو أي تعدي ماكو كما كان يقول الغزاري أنه لا يجزل عن يزيد لأنه لم يكن يعلم مثلا يعني إخراج المشكلة من دائرة الاعتداء المقصود بوعي إلى دائرة خلاف الفكري أنا وياكم اختلف فكريا هذه مثل هالأيام لا بس أذكر هذا المثل الفسق الفجر هالأيام الفاسق الفاجر يريد يرتكب ما يريد بحرية يريد ويريد وياها ما تقول له فاسق يزعل يعني يريد هو يفعل ما يريد وما تشتهي نفسه ويريد يبقى هو محترم كل ما يطب بالمجلس تقوم له وتعتبره إنسان مفكر ليش لما تقول له أنت خل ليش يجي تسوي يقول لك أنا هذا رأي هذا رأي أنا فينبغي أن تحترمني هذا احترام الآراء لأن قضية عالمية صارت حرية الرأي هو فاسق أصلا هو الشهوات تتمشي مو عقلة يجي الدعي أنه القضية فكرية الجماعة كذلك المسألة عندهم ترى مو فكرية ولا اختلاف فهم ولا هم يحزنون يعلمون جيدا ما قاله النبي فهموا جيدا ما قاله النبي لكن سولت لهم أنفسهم وحليت لهم الدنيا وراقهم زبرجها كما يقول أمير الممني عليه السلام رغبوا عن اختيار الله لاحظوا الصراحة في كلام الإمام الله عز وجل اختار علي عليه السلام بالنصوص المتواترة لكنهم رغبوا عن اختيار الله رغبوا عن انصرفوا وأداروا ظهورهم لاختيار الله واختيار رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته إلى عدلوا إلى ماذا؟ إلى اختيارهم إلى اختيارهم هو رأيه والقرآن يناديهم وربك شوف الآية الكريمة التي يستدلبها الإمام اللي يقطع بها لجاج القوم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيعة سبحان الله وتعالى عما يشركون يعني الله عز وجل هو الخالق وهو الذي يقرر في هذه الأمور أنت شنو علاقتك من بوضوع دخل نفسك ما كان لهم الخيعة ربك يخلق ما يشاء ويختار الله هو الذي يختار وحينما يختار الله عز وجل أنت شنو علاقتك معه أنت خلق من الخلق لا شأن لك في ذلك لكنهم فعلوا والقرآن يناديهم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيعة سبحان الله وتعالى عما يشركون وقال عز وجل أيضا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم بعد إذا أنت مؤمن أسكت إذا اختار الله عز وجل لك شيئا ليس لك حق أن تنبس ببنت شفا إذا مؤمن إذا متمرد قضية أخرى قول أنا متمرد مو مؤمن أخرج من الإسلام أصلا المسلم هو الذي يسلم أمره إلى الله عز وجل إذا اختار الله شيئا وقضى شيئا يسلم الإسلام هو التسليم كما ورد في الروايات وقال عز وجل ما لكم كيف تحكمون أم لكم كتاب فيه تدرسون إن لكم فيه لما تخيرون أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون سلهم أيهم بذلك زعيم أم لهم شركاء فليأتوا بشركائهم إن كانوا صادقين آيات مفصلة شنو أنت عندكم كتاب مثلا تحكمون طبقا له أنتوا ماخذين علي قسم مثلا على رب العالمين أنه هاي فلان مساحة إلنا وفلان مساحة إلك مثلا شنو أنت تصرفون وحدكم أقول لكم دالة على الله عز وجل لكم اختيار فيما خلق الله عز وجل أنتوا شنو محلكم من الإعراب هذا خطاب قرآني لمن يتصرف من البشر بعيدا عن تشريع الله عز وجل وبعيدا عن اختيار الله تبارك وتعالى خطاب شديد عنيف قل له أنت شنو علاقتك الله هو الخالق هو المالك هو الرازق وهو خالقك أنت أيضا تجي أنت تدخل في شؤون الله عز وجل في اختياراته في تشريعاته هذا الإمام عليه السلام كله يطبق علي من على الذين انصرفوا عن إمامة أمير المؤمنين عليه السلام أظن أن هذا المقدار اليوم يكفي إذا أكو بعد وقت شوفوا إذا عادكم سؤال لا بأس أن السؤال في بداية المقطع الذي تكلمنا فيه نحن نعلم بأن في الإسلام من غير المحبد أن يخسم الإنسان نعم ولكن الإمام هنا في حلقة اليوم كما بل أن قول الإمام أنه يخسم والله قد سوّلت لهم أنفسهم نعم وإلى آخره إلى نهاية الكلام لما هذا القسم؟ والكل يعلم بأن الإمام لا يكذب وأن الإمام ما يقوله هو صحيح إن كان معانداً أو إن كان من شيعته نعم فلماذا هذا القسم من الإمام؟ أولاً القسم المكروه هو القسم على الأمور الدنيوية الأموال ثبوت الحقوق الدنيوية هذا القسم مكروه عليه إلا أن تكون قضية مترافعة بها أمام القاضي وفيها تبرئة للإنسان لنفسه يمكن أن يقسم أما في قضية إثبات مال أو ما إلى ذلك من قضايا الدنيوية يكره الإنسان حتى إذا كان صادقاً مكروهاً وأما إذا كان كاذباً فواضح حرام أصلاً الإمام صلى الله عليه في هذا القسم كما هو القرآن الكريم أيضاً حينما يقسم يقسم في قضايا دينية الذي يثبت حقيقة دينية عليا ولذلك يقسم كما أن الله عز وجل يقسم في القرآن الكريم بكثير من الحالات لماذا يقسم؟ لتثبيت حقيقة التوحيد وحقائق دينية عليا فإذا القسم مكروه يكون وين؟ في القضايا الدنيوية التي لا تستحق ذكر الله عز وجل واسمه بينما في القضايا الحق الدينية التي لا بد من تثبيتها في أوساط الناس لا بأس أن يستخدم الإنسان القسم كما فعل النبي صلى الله عليه وآله هو الذي يحلف محمد به عندنا كثير من التعابير أنه ما خرج منه إلا حق حينما سئل النبي صلى الله عليه وآله يجع عبد الله ابن عمر بن العاص شاب في أيام النبي كان يكتب كل ما يسمع من النبي قريش قال له لا ترجع سوي شنو تكتب كل ما يقول النبي النبي بشر مثلنا يخطئ ويصيب فشنو تكتب أنت؟ فيه خطأ فإجع عبد الله ابن عمر عبد الله ابن عمر بن العاص مو ابن عمر ابن عاص فسأل النبي قال يا رسول الله أنا هكذا أفعل وأكتب كل ما أسمع منك والجماعة ترضوا عليه قالوا إنه بشر مثلنا يخطئ ويصيب فقال له النبي صلى الله عليه وآله والذي يحلف به محمد ما خرج منه إلا حق أكتب فأقول النبي يقسم الله أقسم الأئمة أيضا يقسمون وين؟ في القضايا الدينية أحسنتم سيدنا شكرا جزيلا وإن شاء الله سنكمل هذا الحديث للإمام العضاء عليه السلام في الحلقات القادمة وكذلك أشكر موصول لكم مشاهدين الأعزاء حتى لقاء آخر أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة